نروح للكرة الطائرة رجال حضركم عارفين الدول الأول خلص ذهابا وإيابا عندنا مطشين مطشي مؤجل من سوق الأحوال الجوية كان مع الاسكندريا البترول ومطشي تاني نهاية الجولة الأخيرة وهيكون مع نادي سبورتينج إن شاء الله المطشين هيتلاعبوا كل آتي مطشي بكرة مع سبورتينج في سلطو مطشي بعد بكرة مع اسكندريا البترول في الاتحاد اسكندريا بالشطبي دول المبريتين ودي ميزة الحمد لله انهم خدوا المطشين وراء بعد طب المحترف بتاعنا جارت رجع؟ آه رجع وإن شاء الله يشارك بشكل كويس ونتطم أنه شارك يعني واللعب فرقتنا لعبت لحد الوقت تامن مطشي زمانات الحدق ونفزنا كلها من نتيجة واحدة ثلاثة صف فرقتنا ضمنت التأهل للدور التاني الدور التاني هيبقى أقوى لأنه يبقى فيه بقى هنلاعب طراء الجيش وهنلاعب كمان بتروزيت ومصر البترول يعني بتهيلي طبعا تلات فرق أقوية هيبقى دور أقوى مش هنلاعب اللي احنا ساعدنا معهم تاني وبعد كده منلاعب التلاتة التانيين هياخدوا طبعا هيرتبونا ترتيب أول أربعة مع أول أربعة ناحية تانية ونلعب باست بقى نلعب مطشاة أدوار إكثائية آه تمانية من الأول للتامن وبعد كده نعمل أدوار إكثائية دوري طويل إن شاء الله بس نتمنى بس جماعة أنا عايز أقول حاجة برضو شهادة للحق اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الكابتن ياسر أمر الحقيقة من ساعد ما جاء أنا يعني بقول إنه هو من الاتحادات اللي من أول يوم حسنا أن يفرق بأمانة احنا دايما بنشيد بالحاجة الكويسة والحاجة اللي بحتاجة انتقاد للمصلحة بنقول بأمانة اتحاد كرة الطائرة من الاتحادات اللي من أول يوم اشتغلوا وبالمناسبة بنقول لكابتن ياسر أمر ألف مليون سلامة إصابته فيروس كورونا إن شاء الله يكون أحسن من الأول ويرجع ويتمثل للشفاء كل الدعوات للشفاء ليه الحقيقة لأنه هو من ناس القوامات الكبيرة في كرة الطائرة وعايز أقول لكم برضو حاجة كويسة إنه من ساعة مأول مجيلا هنا في اختلاف انتظام جدول المواعيد المباريات جدول أو شكل جديد للمسابقة على مستوى حتى الناشئين سيطرة تواجد بيانات إعلامية تعديل لوائح بأمانة من الاتحادات اللي شغالة لو مشينا كده السنتين ونصف ثلاثة بتهيئة لكرة الطائرة إن شاء الله هترجع هترجع لتاني سبع ده وهتلاقي اللعيبة حبة لما تلاقي أنت نظام كده هتلاقي اللعيبة حبة تبقى موجودة وتنال شرف تمثيل منتخب مصر لأنه أنت هتروح وفي نفس الوقت هتكسب فطبعا الموضوع ماشي كويس نتمنى كل اتحادات تكون كده وهو دم جديد الحقيقة وفكر جديد ونتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله اتحاد الكرة الطائرة طيب هنروح للكرة الطائرة سيدات عندنا مباراة بكرة مع الصيد مباراة بكرة مع الصيد في صالة الأمير صالة الشهداء بالصالة الزغيرة بمقار نادي أهلي بالجزيرة مباراة دي مهمة الصيد السنة اللي فاتت تعبنا آخر تعب في الدوري وكاس حقيقة وانتوا عارفين فرقتنا مكملة سلسلة الانتصارات خلاص احنا قسرنا الرقم العالمي ومكملين وعايزين يروحوا للمية زي الرجال آخر ماتش كان مع سبورتنج كسبنا 3-0 بكرة ماتش مهم جدا مع الصيد والصيد عاملين جيل محترم وفرقة محترم وماتش صعب مهم من فوس بيه بنفس النتيجة اللي من فوس بيه دايما 3-0 عشان نكمل سلسلة الانتصارات احنا معنا 24 نقطة من الفوس في كامل مبارايتنا في 8 ماتشات وبييجي من ورانا نادي الزمالك كسب مع 23 نقطة من 9 ماتشات يعني هو خسر مباراة لان طبعا لو حضراتكم حسابته هتلاقي لعب خسر من سبورتنج هتلاقي لعب ماتش زياد احنا لعبين 8 نادي زمالك لعب 9 طبعا مستنين من فريقنا انهم يكملوا زمالك لحضراتكم كل الانتصارات كل التوفيق لكابت الحمد الصافي واللعبات